ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأكثر من وصف واسم وكان منها الغفور الرحيم دائما ربنا سبحانه وتعالى يقول غفور رحيم فسبقت المغفرة لفظ الرحمة نعم ليه بقى؟ أولها لك ولمشاهدين ومحبينا بتبسيط ما بعده تبسيط شوف نظافة وإنعام أمنار في سورة طه وإني لغفار من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتد حضرتك الحديث الخدس بيقوله عن الجنة سلعة الله غالية سلعة الله الجنة كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعة فالأول لازم يبقى قبل الرحمة اللي هتوصل للجنة يبقى فيه مغفرة يبقى فيه ايه؟ مغفرة لذلك الصحابة لما كانوا بيسلموا يعني طبعا كانوا من الجاهلية للإسلام يعني مثلا سيدنا عمر بن العاصر رضي الله عنه أرضا ما بيقول لحضرة النهوة السلامة وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضا بلو احنا عملنا في الجاهلية أشياء صحيح شو بقى الرسول وتبشيره وتفاؤله قال إن الإسلام يجب ما قبله انسوا الماضي انسوا الانسوا معركة أحد انسوا اللي عملتوه الإسلام يجب ما قبله يبقى هنا دي معناها تنتقل من المغفرة ينسي الله أو ينسي الله الحفظ ما فعله العبد من سيئات تبقى صفحة بيضة بالصفحة البيضة ينال الرحمة الرحمة دخلوا الجنة كيف أقود برحمتي على من بخل بإيه؟ بطاعة بهذا الفهم يا سيد الكريم على فكرة إما تقارن حياة الصحابة بالتدين المخشوش اللي معظمه الآن عند اللي بيقولوا عن نفسهم يعني ملتزمين فرق الصحابة كان البشر يملأهم تفاؤل دا يدنهم الآن شو بقى الجرعة الغلط من الثقافة الغلط في غير الأزهر عند اللي ماشين غلط تلاقي الولد حتى رح يصل مكفهر الوجه مقطب كلامه جاف كأن يا ابني دا أنت مفروض زي الرسالة السلام يقول انطلق أخاك بوجه انطلق إذا كنت أردت القرآن وفهمته مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها سابت وفرعها في السماء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أكتست من فوق الأرض ما لها من قرار تعالى النهاردة بمتيجة حتى لما تقدم شئ للمجتمع اجعل الناس يحسنون الظن بالله فضل الله أنا مش بجامل البلد دي مكرمة لأنه لم يقتل على أرضها نبي ولم يهن على أرضها ولي بل إن قال البيت اختاروا مصر طبعا كبار الأولياء من الحجاز من العراق من اليمن من المغرب من الشام اختاروا هنا شوفنا قول اسكندري لتسوق لطنط طبعا القاهرة بنسويف المانيا أسيوط البلاد كلها فيها مقامات وأضرحة الصالحين اختاروا ايه اختاروا مصر إذا كان محفوظة بحفظ الله أنا هقولك على الشيء أنا وإنت عصرنا بدون مجاملة إن مقامت أحداث 2011 أي وحصل ما حصل من اهتزاز وكذا أنا هقول لشعب مصر قمتم صبح هل وجدتم الطعمية والفول والخبز مختفي لأ الناس ذهبوا إلى الأسواق وجدوا التمويد ذهبوا إلى الحياة صارت في معظمها من النواحي المعيشية عادية ما اختفت سلعة ما اختفت ليه قلتلك لأن البلد دي محفوظة من أن البلد دي محفوظة وحفوظة